بقولك ايه يا مام انا اصحابي يا ماما بيخرجوا عادي بالليل يعني انا مش فاهمة في صراحة يعني هو بابا بيعمل معنا كده ليه كل شوية اوعى تنزلهم اوعى تخرجهم من بعد الساعة 7 ما عادش حد ينزد الدنيا بتبقى ليلة عندنا هنا في البلد وكل يوم يقولينا نفس الكلام كل يوم يقولينا نفس الكلام احنا كبرنا بقى يا ماما ونقدر نعتمد على نفسنا وما مش هنخاف يعني ما ننزل ونشتري حاجة يعني من البقال اللي في الناحية التانية ده ولا نخرج انا ونتي كده ولا حاجة وانا نقعد يعني نتمشي شوية كده يا ماما على البحر ولا اي حاجة يا ماما انت بوك يا قدرى هو مش بقول حاجة عشان تضررنا ده هو خايف علينا وبعين هو قدرى بالبلد هنا هو اهل فقال اللي قبل كده بعد الساعة 7 ما يبقاش في اي حد ماش في الشارع وهو فعلا البلد بتبقى كده كلهم بيصحوا من الساعة ستة الصبح وكلهم بنموا على الساعة ستة خلاص بقى يا حيب تسمعي الكلام مهونت يا ماما كل حاجة تقوله عليها حاضر وطيب حاضر وطيب ما ما بتقوليش يا ابنها ابدا لا ولا عايزين نخرج العايزين نتفسح عايزة تفضل قاعدة في البيت لالوانهار يا بنت ما هو كلام وصحه بكلام صحه عارضه ليه ايه مالك ما تنرفزها ليه كده لا ابدا لا ابدا يا اخويا لا ما تنرفزها ولا حاجة انت جيت امتى من الشغل حالا اهول لسه جاي بابا نعم يا ياسمين انا عايزة بابا اخرج شوية انا اماما كده نتفسح شوية بالليل اه هيكت عايزة تقولك باباسية يعني خايفة تقعد تقولها برضو نفس الكلام اللي بتقوله لنا كل يوم ده او انا مش قلت قبل كده ما فيش نزول بعد الساعة سبعة بالليل كله بيقاعد في بيت وخلاص ما عادش حد بينزل والبلد هنا ما فيش حد بيخرج بعد الساعة سبعة يوه ما احنا بيقاعدين زائنين من بعد الساعة سبعة نبضل عادينا انا واخويا هنا اتراجع على تلفزيوني اما عادينا عن موباي احنا كمان زهينا يا بابا من قاعدة كده يوه عايزة تخرجي مع عمك اخرجي من بدر من بعد صلاة الظهر كده ولا حاجة نزوله تماشي سوية شوفها تجيبه ايه وتعميله حاجتكو كلها من بدر كده بحيش الساعة سبعة كله بقاعد في البيت بقاعدش فيه نزول كده خلاص ومش هنبه على الموضوع ده تاني مفيش عد اي نزول اي نزول من بعد الساعة سبعة بالليل يوه كل حاجة لقا لقا بعد الساعة سبعة لقا دي ما لها البيت دي ممفيش يا خوية لها زهد بس من قاعدة البيت هتعمل ايه ولا ايه البلد هنا بصراحة مملة اوي مفيش اي حاجة خالص وحتى الرجل اللي بقالي على النص يا التانية ده بتقعد البيت تستأذنك ولا ولا استأذنك وروح يشتري من عنده اي حاجة حيلة ويجوا يصاروا بيها انت ابترضاش وبتقعد تزعق لهم فهم ازهقوا وتخنقوا عفنا انا قلت انا قلت اي حد عايز ينزل يشتري اي حاجة من قبل الساعة سبعة بعد الساعة سبعة الباب بيتربس ويتقافل ومعادش في النزول تاني خلاص طيب طيب ماشي يا حاج حاضر بقولك يا حاج انا معادتش قادر اصهر بكتر من كده انا هدخل لنام على المعادتش قادر تصبح على خير يا حاج انا جاي وراك على طول اهو اطمن بس يا حاجة على العيال لو كلهم محتاجين مني حاجة ولا بتعملها لهم يا ياسمين انت رسا صحية ايوه يا ماما بزاكر محمود صحي ولا نايم لا يا ماما ده نام طيب تصبح على خير يا حاجة لاندخل لنامانا وابوكي بقى تصبح على خير طب معلش يا ماما اخر طلب ممكن تعاني بس كوباية قهوة وبعكاية تدخلت نامي يوه يا ياسمين ما تجي تعملها لنفسك يا حبيبتي معلش يا ماما مش تاخد منك يعني دقايق عشان بس بزاكر طيب يا ست عاملها لك وادخل انا نام ده ايه الزهق والملل اللي واحد فيه ده اوف الساعة بقت اتنين بالليل وانا مش جاييه لنوم خالص وخلصت مذاكرة عايز اكل حاجة حلوة كده وانا قاعدة استغفى الله العظيم ورب اما راح اشوف كده الود محمود صح ولا نايم محمود محمود تنيم خالص يا باي مين هينزل الشري الوقتي بقى حاجة حلوة من تحت هانزل انا هانزل انا يعني إلا هيجرالي يعني هاتخطف فعلا انا هانزل انا وخلاص ده المحل الناحية التاني انا مهاش بعيد ولا حاجة هروح اشتر لانا عايزة وارجع بسرعة ده الدنيا ظلمة اول ايه ايه ده الظلمة دي ومالو الرجل ده بيبصوا لي اول كده ليه ايه يا حلو انت حب اجيب لك حاجة تانية لا لا خلاص يا شكرا انا اشتريت اللي انا عايزة خلاص يا ماما ده شكل وخوف اول ايه ده ياريتنا ما كنت انزلت واسمعت كلام بابا انت ماشي بسرعة ليه يا عسل ما تستني بس كده هد شوية انت يا امر ماشي بسرعة ليه بس استني استني وانا اجيب لك حاجات حلوة من اللي انت عايزة خد يا جدع انت هنا انت يا رجل انت يا باشا فيه ايه انا كلمتك ولا اجيت جنبك خد يا رجل انت انت بتجري راح فايل ايه يا بنت ايه يا بنت ايه اللي نزلك متأخر كده انت ازاي اهلك يسبوك تنزل متأخر في الوقت ده اه اه انا كنت نزلت سري حاجة يعني ورجع البيت على طول انا بنتي هنا قريب مش بعيد اعني معاتش هنزل متأخر تاني خالص انا انا غلطان يا بنت يا بنت لسه مخطوفة واحدة للشهر اللي فات ومحناش عارفين البنت راحت فان ولا اختفت راحت فان يا بنت خلي بالك من نفسك وحفظ على نفسك ما ينفعش تنزل في نص الليل كده لوحدك اتفضل روحك وانا هقف هنا ابص عليك لغاية ما توصل بيتك حاضر حاضر لا انا بالله العظيم ما عدتها هنزل ما عدتش هنزل تاني بالليل خالص انا غلطان وانا اسف ما علش يا عم ببص علي بس لما اوصل البيت انا ما عدتش هعمل كده تاني لا حول ولا قوة الا بالله العليل العظيم نرجع نقول لي عالب يروحوا فان ولا بيختفوا يروحوا فان ما هم يبينزلوا بالليل بالمنظر ده هو ينفع الحمد لله الحمد لله انا كويس وما حصل لش حاج انا ايه اللي عملتوا في نفس ده انا تهبلت فعلي ولا ايه انا ايه اللي خلين انزل وما اتأخر كده وما اسمعش كلام باب انا الغلطان انا الغلطان ان انا اعمل حاجة زي كده الحمد لله الحمد لله انا جات على قد كده فعلا كان بابا عنده حق عنده حق ان انا ما انفعش انزل من بعد الساعة 7 الشارع وحش والناس اللي فيه شكلهم اوحش والدنيا غريبة خلص بالليل انا ما عاتش عامل كده تاني خلاص اول واخر مرة انا هسمع كلام بابا فعلا يا ماما ودي النتيجة كان ممكن يحصلها اي حاجة وهي براتة سرقة تتخطف اي حاجة اي حاجة وحشة ممكن تحصلها لم جرت بس ان هي ما سمعتش كلام اهلها خلتهم نايمين ورحت نزلة عشان برضو تشتري وتعمل في دماغها وتشوف في شكل الدنيا بره عاملة ازاي ساعة اثنين بالليل والحسنة حظها في ربنا وقف لها ولادي الحلال كان خلاص بينها وبين انها تتخطف او تتسرق مفيش سواني لو ان ربنا بعت لها بني اقدم على هيئة ملاك عشان ينجدها ويخلوا بالوا منها لغات ما توصل بيتها قلنا مليون مرة اسمع كلام اهليكم الكبير بيبقى فعلا عارف هو باباها عارف شكل الشرب بيبقى عامل ازاي والناس الماشيين فيه شكلهم عامل ازاي عشان كده هو خايف على عياله وقال الباب يتقفل من بعد الساعة سبعة ما عادش حد ينزل لا ولد ولا بنت لان في زماننا ده ما عادش في فرق خالص ما بين الولد وبين البنت هما الاتنين ممكن يتخطفوا هما الاتنين ممكن يختصبوا هما الاتنين ممكن يحصل لهم اي حاجة وحشة وما فيش مشكلة بالنسبة للاهالي ان احنا نوعي عيالنا مرة واتنين وثلاثة وعشرة ومية مش مشكلة المهم ان هما يسمعوا الكلام ويعملوا بيه فعلا وربنا يحفظ ولادنا وولاد الناس كلها يا رب الفيديو ده ما بقعطلي فعلا من واحدة من المتابعين عايزاني بس عشان اقول للناس ايخلي بالكم خلي بالكم من نفسكم واسمعوا فعلا كلام اهليكم لانهم بيبقوا خايفين عليكم قوي وان هي فعلا تعلمت من خطأها واستحال عدد تقرره تاني وما ننساش زي ما تعودنا وانصل على نابف كومنت وكل واحد يقول اي رأيه في التعليقات